السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حصل لمؤمنه ألاف المليارات من الحسنات في ضأقائق معدودة أو مئات المليارات من الحسنات في ثواني وتعصل كمان عظيما جدا من مخفرة جاء عن رسوله والحديث حسن الإمام الألباني وصححه الإثامي قال عنه سنده جيد من قال أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات كاتب الله له بكل مؤمن ومؤمنات حسن فإنك لو دعوت لأخيك المؤمن بظهر الغيب وقلت مثلا اللهم مغفر لأخي أحمد فأنت أحسنت إليه إنك تستقطعت من وقتك وفضلته عن نفسك وأثرته على نفسك فقلت الله مغفر لأخي أحمد ودعوت له بظهر الغيب فيخفر لك قبل أن يخفر له وتخس حسنة والحسنة بعش أمثالها وربما يضع وضع وضع فيما يشاء فإنك قلت مخلصا أنه محتسب للأجر فالله مغفر للمؤمنين والأمنات كتب الله له بكل مؤمنين ومؤمنة على وجه الأرض حسن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا خلق الإيثار وأن نستقطع من أوقاتنا وأن نؤثر إخواننا المؤمنين على أنفسنا فنجعل من أوقاتنا جزءا للدعاء للأمة كلها أو لمؤمنين والأمنات ولكن هام حاجة هو إخلاص النية وإحتسابه الأجر عند رب العالم وأعمالهم بلانية أعمالهم بهيمية أعمالهم بلانية أعمالهم بهيمية فتقول هذا الذكر مخلصا أنه محتسب للأجر أن يعطيك الله سبحانه وتعالى بكل مؤمنين ومؤمنة على وجه الأرض حسنة في الآن مليار ونصف مليار مسلم فلوناك قلت مخلصا أنه محتسب للأجر بعد كل الصلاة على سبيل المثال وليس التحديد كم حسنة ستحصل نحن قلنا مليار ونصف مسلم طيب الحسنة بعشرة بإذن 15 مليار حسنة قلت هذا الذكر عشرة مرات يبقى 150 مليار حسنة قلت الله مخفلين ومنات الأحياء منهم والأموات من لدن آدم حتى تقوم الساعة أصبت كل المؤمنين على وجه الأرض من لدن آدم حتى تقوم الساعة فتضاعف الثواب وضعفها كثيرة فتصبح 150 مليار حسنة 300 أو 400 مليار حسنة جعلت هذا وردا ثابتا بعد كل صلاة يبقى 300 أو 400 مليار حسنة و1000 مليار حسنة أو 3000 مليار حسنة يعني 1000 وجنبها 15 صفر أو 1 وجنبها 15 صفر يعني ما يقرب من مليون مليون حسن فضلا عن كم عظيم جدا من مخفرة لأن ملك الحسنات الذي هو أمين على ملك السيئات يجلس على كتفك الأيمن وأسمعك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من قال الله مخفر من ضع لأخي مثال الغيب ووكل الله له ملكا يقول له ولكمثل فقل لما قلت اللهم اخفر من ممينات وكل الله ولكم ملكا يقول لك ولكمثل ولكم مثل وأن يقول العبد أكرم من رب العالمي سبحانه وتعالى أبدا فيخفر لك قبل أن يخفر للناس فتحصل كامل عظيما جدا من مخفرة لرب الله سبحانه وتعالى حقيقي يعني لما أحد تقول أنه مخفر أخي فلان أفضر أن تقول الله مخفر لي ربما أنه يخفر لك لو ادعَبت لنفسك المخفرة لكنك تركت نفسك ودعوت إلى أخيك فربنا سبحث على حقيقي كما فضلت أخيك على نفسك فاستحي رب العالمي سبحانه وتعالى منك ويغفر لك فتحصل كم من عظمات جدا من المغفرة أيضا فإذا ستحصل مليارات ألاف المليارات من الحسنات وهتحصل كم عظيم جدا من المغفرة ونحن غارقون في الزنوب وغارقون في الكبائر فمن المؤمن الفاطن هو الذي يعمل أعمانا بسيطة وحصل بها سوابا عظيم فورد ثابت بعد كل صلاة الله مغفر لهم من النات الله مغفر لهم من النات الله مغفر لهم من النات الأحيئة من الموات الله مغفر لهم من النات الله مغفر لهم من النات ملادهم آدم هتحصل كم من عظمات جدا بعمل بسيط جدا ويخفر لك أيضا وحصل كم من عظمات جدا من المغفرة فنحن أكتب لكم الحديث داخل فيديو ونسخون شرور نشو هذا العلم في ثواب عظيم ونعلم علما فنرأجنا عامل بيام القيامة لا نقول زيانك من تقولون شيء متشوشت بشيء وتفوشت بحليل الجرس واشرق في قناة لا يصرقون كل جديد ولساعدوني على شرق صنع تنوية أقول لقولي هذا أستغفر الله لي ولكم